اشتركوا في القناة والنهاردة برضو هنتكلم عن الميت ولكن من خلال رؤية واحدة اني ارى مال مع الميت وهذا الميت قريب عندي ميت قريب مني رأيته في المنام معه مال طب ها يعمل ايه بالمال ده با دعونا ندخله في الموضوع رؤية ميت معروف انا اعرفه معه مال واراه في المنام يعطيني هذا المال هذه الرؤية مراث ليه؟ لان الميت ده معروف لانها تختلف لو ان الميت مجهول وهنتكلم عنه دلوقتي فكوني اشوف ميت معروف لدي انا اعرفه يعطيني مال هذه الرؤية تدل على مراث قادم الي ان شاء الله طيب نفترض وان كان الكلام عن المال لكن الكلام بيجيب بعضه ان الميت يعطيني طعام مش مال هذه الرؤية تدل على المال والرزق رؤية ميت قريب يأخذ منك امولا عرفنا لو بيديني مال مراث طب لو بيأخذ مني مال رؤية غير محمودة تدل على انك سوف تعاني من بعض المشاكل وربما سوف تعاني من ضيق في المعيشة او ضيقة مالية حينما ارى الميت يأخذ مني نفس الرؤية لان في شق فيها خاص بالميت لما اشوف الميت بيأخذ مني اموال طبعا انا ذكرت الشق الخاص بالرأي هل في شق خاص بالميت ايوة ان الميت ده لان انا اعرفه قد يحتاجه الى بعض الصدقات فيأتيني في المنام وهو يأخذ مني مال فهنا رؤية اخذ المال مني واللي بيأخذه الميت حاجة من اتنين يئما ضيق في المعيشة ده هيحدث لي يئما الميت ده يحتاجه الى الصدقات رؤية تناول الطعام مع الميت تدل على الوحدة والغربة للرأي شخص اللي شوف انه هو قاعد بيأكل الطعام من بعض معانيها على فكرة اياليها معاني كبايسة لكن انا ذكرت المعاني دي كتير المعنى ده ما ذكرتوش قبل كده ان انت لما تشوف ان انت بتأكل مع ميت معناها لما تيجي تركزه في الرؤية ان انت حاسس ان انت مش عايش مع اهلك حاسس بالوحدة حاسس بالفراغ حاسس بعدم الاهتمام منهم فانعكس ده انك تشوف انك بتاكل مع ميت وكأن انت بتجي تضلتك مع الاموات لان انت من تشلقيها مع الاحياء وقيل احيانا هذه الرؤية تدل على الزواج للعزاب لكن بشرط انك بتاكل مع امك المتوفية ده المين للعزاب سواء اذا كان الشاب او البنت العزبة يبقى البنت العزبة او الشاب الاعزب شاب انه بياكل مع امه المتوفية ذي الرؤية تبشره بالزواج وكذلك البنت العزبة رؤية اعطاء الميت طعام ورفض الميت ان يأخذ هذا الطعام خسارة مالية ومع شديد الاسف اما لو اخذه هذه الرؤية تدل على المكاسب الكبيرة ايه ده هو كلامك بيدرب بعضه لا ركزه في الرؤى في فرق ما بين اننا اعطي الميت برضا وميت اعرفه وفرق ما بين الميت هو اللي بياخد مني الاموال غصبا عني رؤية الميت يعطيق قميص يعطيك قميص ثياب يعني هنا بنسأل الثياب دي شكلها ايه والوانها ايه واله هي جديدة ولا قديمة خلونا نتكلم مع ان الثياب جديدة هذه الرؤية تدل على العيشة الهنية رغط في المعيشة اما لو كانت في المقابل الثياب او القميص قديم هذه الرؤية تدل على الفقه والازمات المادية ومع شديد الاسف تظلونا في اللقاءات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته